موسيقى 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 مرحبا بك أستاذ ساركيس لنبدأ من حيث انتهى الخبر أهلا بك لنتحرى عن موضوع تثبيت مستويات الفائدة بالنسبة لبنك المركزي الأسترالي يعني واضح أن حتى هناك سياسة الاستمرار بعملية شراء الأصول أو السندات بالفعل قرر البنك الاحتياطي الأسترالي هذا اليوم تثبيت سعر الفائدة عند مستويات تعتبر متذنية جدا هي 0.1% وهذه المستويات بحد ذاتها تعتبر إشارة إلى استمرارية البنك الأسترالي في تحفيز الاقتصاد خصوصا مع حفاظه على برنامج شراء الأصول عند 100 مليار دولار أسترالي هناك ملاحظة مهمة صدرت اليوم في بيان الفائدة من البنك الاحتياطي الأسترالي توقعات البنك في أن تستمر مستويات الفائدة منخفضة عند هذا المستوى لثلاث سنوات مقبلة وهذا الأمر أيضا متعلق في توقعات البنك لانخفاض البطالة إلى 6% في نهاية 2021 فالتوقعات بالنسبة لـ 2021 إلى التضخم أيضا ما زالت تشير إلى التضخم منخفض عند 1% تقريبا وهذا كله يجبر البنك الأسترالي على الحفاظ على سياساته التحفيزية للاقتصاد رغم أن بيان الفائدة أيضا أشار إلى أن البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخرا تعتبر إيجابية نوعا ما وتظهر التعافي الاقتصادي لكن يبدو بأن البنك أستراليا أو البنك الاحتياط الأسترالي ما زال قلق من الظروف العالمية وسط انتشار جائحة كورونا بل أنه أشار بوجه الخصوص بأن مستويات النمو الاقتصادي ربما لن تعاود أستراليا كما كانت قبل جائحة كورونا إلا في أواخر عام 2021 ومثله مثل أغلب البنوك المركزية حول العالم التي ربما سوف تحتفظ في سياساتها التسهيلية والتحفيزية للاقتصاد ليس فقط لهذا الشهر لنهاية سنة 2020 بل أيضا ربما لطوال سنة 2021 فحتى لو شهدنا بعض التعافي لكن ما زال الاقتصاد العالمي ومنه الاقتصاد الأسترالي بحاجة لاستمرار التحفيز أيضا ساركيس لنعود إلى موضوع مهم فيما يتعلق بالمؤسسات المالية العالمية مثل جولد مان ساكس مثل سيتي جروب كانت توقعات أن الذهب قد يصل إلى ما يفوق الألفي دولار حتى بانك أوف أمريكا يعني ذهب إلى ثلاثة ألاف دولار بالنسبة للأنصة طبعا لهذا العام يعني واضح أن هذا الأمر لم يتحقق فشل الذهب بأن يصل أو يقطع مسافة فوق حتى الألفين ومئة دولار ما هي الأمور التي يمكن أن نأخذها حاليا على تحركات الذهب هل من الممكن فعلا أن نصدق هذه التوقعات بأن الذهب قد يصل إلى مستويات أيضا فوق الألفين دولار في العام القادم في الحقيقة ما يحصل حاليا في أسعار الذهب أحب أن أربطه في متى بدأ هذا الانخفاض حيث بدأ في السابع من شهر أغسطس تحديدا 2020 وماذا حصل في هذا اليوم سبقه بيوم واحد بداية ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية الحكومية أمد استحقاق 30 عام من مستويات عند 1.16% لتصل في أيامنا هذه لمستويات فوق 1.5% واحدة من الأسباب المهمة التي دفعت مديري المحافظ وكذلك طالبي الملاذ الآمن نحو الذهب في تلك الأوقات هو أن سندات الخزانة الحكومة الأمريكية كانت عوائدها الحقيقية سلبية لكن مع الارتفاع الذي بدأ تحديدا من السادس من شهر أغسطس أي قبل يوم واحد من ملامسة أسعار الذهب للمستويات القياسية وهذا الارتفاع جلب بعض الطلب مرة أخرى نحو السندات الأمريكية لطالبي الملاذ الآمن وبدأت عندها موجة الانخفاض في أسعار الذهب ثم تابعها أيضا توقعات تأجيل خطة التحفيز الحكومية الأمريكية وتاليا خلال الشهر الماضي الذي شهدنا فيه أسوأ أداء لسعر الذهب منذ حوالي 4 سنوات كما إصدار أعلانات بشأن لقاحات لفيروس كوفيد 19 هذه الظروف تضغط على أسعار الذهب على المدى القصير وربما على المدى المتوسط وكما أشرت حضرتك بأن التوقعات ما زلت تشير لإحتمال عودة أسعار الذهب فوق 2000 دولار في عام 2021 وهذا محتمل بالفعل حيث أن السياسات التسهيلية والتحفيزية من البنوك المركزية حول العالم إلى جانب توقعات أن يقر الحكومة الأمريكية سياسات تحفيز كلها قد تدعم ارتفاعات أسعار الذهب لا نتكلم الآن عن 3000 دولار للونسة كما أشار بنك أوف أمريكا سابقا لكني أعتقد بالفعل بأن ارتفاع أسعار الذهب على المدى الطويل فوق 2000 أنصة ما زال متاحا لكن مرة أخرى أؤكد مع بعض الضغط الهابط على المدى القصير نعم أشكرك ساركيس تشوبريا وأنت محلل أسواق عالمية في إيكوتي جروب شكرا لوجودك معنا شكرا